اشتركوا في القناة 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 عندهم إشكالية ها هو المسلم الرياضي الحاجة الثانية البروغرام اللي تيشوفوا بإنه تخوش عجي علاش لإنما مبدوش لإستعدادات إضافة إلى يعني الضغط ديال الامتحان الضغط ديال الوقت الضغط ديال العائلة الضغط ديال التدريب إذن هدو أهم المشاكل الحاجة الثانية هو بإنه الأغلبية ديالتنامي للأسف ما حطنش واحد لبرنامج اللي تعرفوا على الأقل شنو المواد اللي ضبطهم شنو المواد اللي ما زال ما ضبطوهم شاي يعني تتخبطو في واحد العشوائية إضافة إلى مجموعة ديالتنامي اللي ما زال ما عارفين شاي اسميت المشكل الكبير هو ديال الخوف من المسيحان وديك الفوبيا ديال المسيحان اللي مطروحها بشدة دونك توثور ضغط الأباء الضغط ديال الوقت الضغط ديال تدريب الضغط ديال المسيحان اللي قرب الخوف من المسيحان دونك هدو أهم النقاط اللي اخدناه من عند تلامد في الحساق بالممدى العرض طيب السيل العلوي كيفاش يمكننا نجوز هذه الضغوطات النفسية؟ كي اللي ما يأكل كي اللي كيتقي كي اللي كيمشيل النعاس كيفاش يمكننا نتعامله مع فترات استعداد لامتحانات؟ إذن هذه الضغوطات هذه لأنه تلامت ما حطينش واحد البرنامج لأن أول حاجة اللي خصني نعرف شنو هما هاد الأسباب اللي جعلنني بأنه عايش هاد التوتر عايش هاد القلق وشنو هو القلق هو واحد ضغط نفسي هو واحد بين قوسين اقترب نفسي هو واحد الخوف وهذا الخوف من المجهول بين قوسين هو خايف ولكن معارش منش خايف بالضبط توتر تتكون عارفين كين المشكل وعارف منش خايف أما القلق هو تتكون خايف موضوع مجهول هذا التعريف ديل القلق بطريقة علمية إذن تلامت هاد الأكثرية تتلقاهم خايفين خايف مناش معارش تقسقراء ما قج الرغبة ما كيناش يعني عايشين في واحد بين قوسين بحل روع عايشين فيه إذن أول حاجة اللي اقترحت على التلامد هو ذاك الشي اللي عندي في العقل ديالو اللي خايف منه نحط إذن تنجي بكل بساطة واحد ورقة وتنحط جميع هاد التخوفات اللي عندي في العقل ديالي وتنسطرهم وحدة بوحدة وتنحوم تنقطرهم وتنعرف شنو هما هاد المشاكل لأنه العرفتهم تسهل علي بإنهو نحل المشكل ولكن ما حد مازالين بهمين وممعروفين شو لمجهولين تبقى عيش دك الضغط ونهار على نهار تيزيد وتيقرب الانتحان وأنا تنزيد تنعيش وضغط أكثر أول حاجة خسين عرف هات التخوفات اللي عندي واش الخوف من نظر ديالآباء واش الخوف من الرسوب واش الخوف من المجتمع واش الخوف بإنني أنا أصلا ما نجحش واش الخوف أصلا ما نجيبش النقطة لتخول لندوزل واحد مدارس معينة إذن تنحطهم وتنحط ديك الساعات تيمكن لنحط واحد إيجابات ولا تنقصهم الأولوياء شكل يمكن لنفكر ديون دابا شكل يفكر فيهم من بعد ومن هنا تتوضح للرؤية وتنقص دك الضغط المرحلة الثانية هو تنحط واحد برنامج مثل لي مثلا أسبوعين ولا ثلاثة ديالأسابيع تنحط البرنامج في هاته ثلاثة ديالأسابيع من ثلاثة ديالأسابيع من ثلاثة ديالأسابيع حتى الوقت ديالن كل واحد عارفوا قشته ينعس وفقشته تتسال عنده نهار إذن إن فتنحط هذا البرنامج تنشوف الماتياغ يعني المواد اللي عندي هذه المواد هذو كلهم تنشدهم وتنقصهم في واحد البرنامج ما يمكنش نبدأ الخدمة وأنا ما زال ما عارف شاي مثلا تنشد الرياضيات عندي في عشرات دروس والتاريخ وجغرافية والتربية إسلامية عندي عشرات ديال دروس تنقصهم على أربعة شكل هم اللي ضبطهم زيان ما عنديش فيهم إشكال شكل هم اللي خادمهم شيش فيه ولكن ما زال خصوم الخدمة شكون هم اللي خادمهم ولكن ما زال ما فهمهمش وخصي نركز عليهم أكتر باش نستعب شكل ما زال ما بديتهمش دونك هنة تودحلي الرؤية تنعرف في سميسو كل مادة شكل نركز عليها أكتر وشكل نعطيها غير واحد لوقص أقل هذو العمليات نديرها في المواد كاملين فاشتنسالي تنحط هذو المواد هذي من خلال ذاك البرنامج كامل اللي تيبدأ عندي من ستة صباح إلى تمنيات صباح إلى خمسة صباح على كل واحد بالتسبب لها للناس التلاميذي للرياضيين طلبت منهم بأنهم يدخلوا ذاك الوقت ذاك الرياضة لأن ما يمكنش توقف الرياضة لأن المسلم الرياضي مازال ما تسالش عندهم وتيحطوا احتهوى وذاك الوقت الفارغ اللي تيبقى هو اللي تيقسموا على المواد الكاملين هذي أول مرحلة اللي يخصونهم يديره باش يمكن له زول عليه ذاك الضغط يزول عليه ذاك الخوف ويرسح ويبلو البرنامج واش عنده الإمكانية باش يساليه فهذا الأسبوعين ولا ثلاثة إذا شف بإنهم ممكنش تيزيد ديك ساعات إذا كان غالي بدا مع تمنيات صباح البرنامج رات يدوز ستاة صباح إذا كان تين عس مال عشرة ولا اتنشر رات يزيد مثلين أكثر باش يمكن له يستعب داك البرنامج فهذاك أو الطريقة طبيعة الحال كيفاش بكله يخدم هاد المواد هادو نعم طيب الإشكال السي العالوي هو كنا كان نطرحوها من قبل أننا راه مش عاد اليوم بدور استعداد دينا لامتحان ترى الاستعداد دينا كيكون من أول السنة مش لتا أخر السنة لأن باش كان نجيو لهاد الوقيتة دينا بحال هذه الوقيتة كالقوا روصنا بأن راه ديجا عندنا الباكاج دينا وحفظنا اللي بغينا نحفظه وفهمنا اللي غادي نفهموه دابا يا الله كنحيدو كما كان قولو الغبرة على الدروس للأسف هذا المشكل هذا متروح علاش لأنه ما تنخدموش بواحد برنامج تخدموه بعشوائي وبزفو الكثير من تلامد اللي تيمشي وفات الطرح هذا تيبقى حتى الآخر لحظة فاشتبقى جوش دي الأسبوعين أسبوعين ولا ثلاثة الأسابيع عادتي يشوف بأنه عنده الإمكانية بأنه يستوعب والعقل دينا ميمكلوش يخدم لأنه عندنا واحد طاقة وعندنا واحد طريقة باش يخدم الدماغ دينا علميين متبوطة وما يمكنش بأنه في جوز دي الأسابيع بأنه يشد البرنامج اللي فيه من لود العام تلأ خير دي العام علاش لأنه عندنا الخلايا دينا وكيفاش تتخدم وكيفاش تتصعب وكيفاش ديك الدكرة دينا تتخدم فاشتنوعه بهذا المسألة راتي سهل علينا كيفاش نحطوا البرنامج من لود العام باش منطحوش فهذا المشكل لأنه كيفاش تتخدم الدماغ دينا وكيفاش تتت هالدكرة دينا ولا انتبه كيفاش تتخدم وهذا من من اسميتهم الأهمية بما كان إلا كنا تنعرفوهم شنو تيدير أي حاجة اللي حفظناها تتبدننا واحد ما صار في الدماغ دينا وهلي متبوطة في العلوم العصبية ما صار جديد تترسل في الدماغ دينا ولكن هاد المصر هاد باش يسوعب والوعي دينا خص يتكرر المرة الثانية والثالثة والرابعة والخمسة إلى آخره باش تترسم وتيت يعني تأغرافو في الممواخ دينا يعني تحفر في الدكرة تحفر في الدكرة دينا وفاش تنكون النهار فاش غدين جيو الامتحان طبيعة الحات هي سهل علينا ولكن نقرأ واحد درس ونقول بإننا حفظتو مرة واحدة ونرجع لنهار دينا ونقول بإنه عندي من الإمكانيات بإنني نسترشح صعب جدا وما يمكن هذا هو النصيحة بحليقة يا أستاذ هو الإنسان حتى برنامج عملي من الأول اللي غديد خل فيه الأنشيطة دينا وستيغطو لزاكسيف دي باغاسكولار اللي تتلقا هم نقصين بزف لأنه عندهم أهمية كبيرة بالنسبة للتلامت لأنه متماية تيجيبوا ديك الطاقة اللي تحتويها في الدراسة للأسف المجموعة دي تتلقا لزاكسيف دي باغاسكولار الأنشيطة اللي عندها علاقة بالمسرحة الرسمية إلى آخره تتلقاها قليلا وما تيخدموش بها الدرالي بزفاد والخصوص في السنوات دي الأولى باك والتانية باك تيقل بأنه فالارا نركز على السويع إضافية إلى آخره طنك هذا هو الخطأ طيب سير علاوية ذكر سويع أنه من خلال التساؤل اللي لكم مع تلامد وكذلك الخضور اللي لدي في القاعة وكانت تساؤل اللي لكم حول يعني وقت الاستيقاظ ولكن كانت لقى واحد يقول أنه كان فيق معه 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 12 وحد يقول معه العشراء يعني كانت لقى واحد يقول أنه كان فيق معه 6 صباح صباح يعني الأهمية الفيق في الاستعداد للامتحان سؤال الواجهة جدا سأستاذي بالنسبة الفيق بكري هو دراسة وأبحث علمية تبتت بأنه يعني إفراز الهورمون السعادة لدوبامين تتم الإفراز بواحد الكمية كبيرة وبالخصوص في وقت الساعة الفجر في ذلك الوقت هذا الصباح بكري وتتكون عندنا واحد تقره رهيب يمكن أن نستوعب أكبر عدد المواد في ذلك اللحظة بمعنى نقدر نأكد هذه المسألة ودراسة تبتت هذه ساعتين الخدمة مثلا مع الفجر من الربعة ونص الستوى ونص ستقدر تساوي الخدمة الصباح كامل أو أكثر من 6 ساعة للأسف لا تستعب هذا ولم تستقبل الفترة الصباحية وهذه الفترة الصباحية يمكن تعفين وتعطينا وقت كافي واحد أخر يمكن ندير فيه مجموعة الأنشطة بحل تدير الرياضة إلا أنه أكثرية الكلمة للأسف يمكن الهاتف يمكن مجموعة الأشياء أخرى تجعلهم تنسو متأخر إذا احتل إحدى الجوش وهذا تصعب عليهم المهمة لا يمكن النظر الصباح بكري لكي يراجع في ذلك الوقت التي هي مهمة جدا التي ستساعد في الحفاظ ويقبط الدروس بكل سلاسة وربما حتى النوم متأخر من الوقت من الليل شنو يدير من الهي التليفون وهذا نعمة وسطه نقمة نعمة إلا تعملنا في الجانب الله وإيجابي ونقمة التي يجعلنا بلا نعاس ويجعلنا مكان في قوت الوقت أكيد مشكل كبير هذا للهاتف تلقى فيه المتعة وما تبقى تفكر أصلا في ذاك الامتحانات ولا تفكر في السمي سوف شنو ما وراء الامتحانات وشنو ما وراء البكالورية تبقى تعيش ذاك اللحظة فقط ولكن تنسى الأهم نعم طيب السيد العلوي في هاد الظرفية في هاد لوقيتها الأغلبية ديال ديال تلاميذ كي تعطوا يعني القهوة بزاف يتعطى لشي كي يقول لا بخصين قراء باش منعش نشرب القهوة ومدى تأثير ديال هذه الجهد على نفسية ديال تلاميذ وعلى الحفاظ وعلى القراء ديال تلاميذ هو فعلا هذا الذي تنقله بأنه كان يستعمله حتى أدوية حقيقة إلا أنه أهم طريقة ديال الحفاظ هو الذي خدمنا مع تلام في هذه الحصة هو نكون أدكية ما شيء لمهم والعدد الساعات لتنخدم ولكن طريقة لتنشتغل بها إلا قدرت بأنه بحل قلت لهم واحد برنامج اللي دار فيه دراسات هو بأنه تنخدم 40 دقيقة ولا 50 40 دقيقة وتنر ربع ساعة وتنعود ندوز الساعة الثانية إلا خدمت بها تتبقى نسبة التذكر تتوصل إلى حتى ما بين 80-90% أول حاجة هو تكون فترة استعداد أولا تنخدم 45 دقيقة وتنر تنرتاح 4 ساعة وتنبقى غريف فهذا النصق هك الحاجة الثانية هو فش تنقر تنحاون نخدم الحواس كاملين مجموعة الطلب والتلام لا يخدمون الحواس يشد مثلا واحد القطعة وتبقى يقرأها بصمت يعني لا يسمع تراث بالعكس هذه طريقة خطأ أول حاجة اللي يخصو يدير هو يخدم الصمت ويخدم السمع والنظر والكتاب وكل شي إذن إذا إذا يدين واحد درس ودرنا على شكل خطاط وهذه من الأهمية بما كان لأنه تنقر إعادة صياغة ديال 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 قصيرة جدا فاش تنحط بهذه شكل هك تسهل علي بأنه تنفهم الدرس هذه واحد الحاجة الثانية تنخدم مجموعة ديال المسارات في الدماغ ديال لا ديال السمح ولا ديال البصر ولا ديال الكلام ولا ديال الكسابة إذن فاش ندخل المعلومة مجموعة ديال الوسائل أو الحواس ديال كاملين تم حيل رانين تنرجع ربع أو خمسة هذه المرات في حين فاش تنشد الدرس هك وتنقر بعيني وما تنعوش إعادة السياق ديال وما تندير التشعج شنو تنخدم تنخدم حاسة البصر فقط إذن شكل حسن واشن نخدم ربعا الحواس وخمسة ولا نخدم حاسة واحدة إذن هنا الفكرة تدوز الدماغ ديال نا والداكرة ديال ولكن تدوز عبر مصر واحد ماشي عبر أربع ديال مسارات ولا خمسة وهذه فاش نخدم مسارات مختلفة تدكون إنتاجية أكثر وتدكون تذكر أكثر وتساعدنا بأن تنسو عبو الدرس وتساعد لنا باش تتاف نسترجع الفكرة تدكون عندنا واحد سالسة باش نسترجع الفكرة طيب بين الإشكاليات سي العلاوي لم تروح كذلك خلال هذا اللقاء وأن بعض التلاميذ يقول كوالدير كان قرأ ولكن ما نستوعبش كان حاول نقرأ مزيان كان قرأ الصباح بكري ولكن الدرس ما كان بغيش نحفظه ما كان نستوعبش أكيد هذا التلاميذ اللي تقرأ ما تستوعبش الدرس تيكون شاري الدهن أو تيكون العقل دياله يعني مشغول بعدة أشياء كثيرة اللي دير عليه واحد ضغط دير الواحد توطر هو معروف بأنه عندنا لسيستم نغفو ديالنا لا الدكرة ولا الانتيبة وهذهما الوظائف تنفيذ المهمة التي تجعلنا بأنه تنضبط الأشياء فقاش يوقف على العمل يوقف على العمل إذا كان عندنا الهرمون ديال الارغينالين طالع وديال كورتيكويت طالع إذا كان نطرع هاد الهرمونات والفرازات ديالهم كثيرة وكيف يتم الإفراص ديال هادو تتم الإفراص ديالهم بالتوتر وبالقلق وبالإنسان فشيكون يعني تحت الضغط إذا إلا كان إنسان عيش تحت الضغط كن على يقين غادي يتم الإفراص ديال هاد الهرمونات وبالتالي غادي يوقف العمل ديال ديال انتباه وخي بقى ساعة ديال ما هو تقرى رهما سيقردت حاجة لأن الفكرة ما تدخل إذن أول حاجة تنقصني هذا تلميذ اللي عايش هاد شارد ديال خصوة يعرف شنو هما الأسباب اللي جعلته سواء ضغوطات من الوالدين سواء ضغوطات ديال المدرسة سواء ضغوطات ديال المسار الرياضي ديال ولا جميع الأشياء اللي مقل قصين عرف إذا ما قدرش نتوصل لها رغض مقشار ديال نوصل لهذا الفو تنوصل تنحط واحد الحلو البديلة ولا الحلو الجزئية بعد على الأقل الفو غين نكسب هم أول حجرة 50% ديال المشكلة تتحل لأنه تنسول علي هذا الضغط وتنعرف بإنه وراء عندي واحد مصار تنحط بإنه من الأولوية ديال أول حاجة هو بإنه هذه المتحان اللي قريب عار نفكر في الأشياء الأخرين وتنطرب واحد الوالدين بإنهم إن قصود كالضغط وهذه النقطة أخرى عارض مهم جدا سليماني طيب السيل العلوي في بعض الأحيان يعني التلميذ يعني في يعني في الأيام قبل الامتحانات كيتصب واحد شلل ما عرف سرسوا واشقاري واشماقاري شوكين قاعد لصفي يصلوا ذاك النهار ديال الامتحان كيتلف هادو الناس اللي تتصاب هاد الفوبيا وهاد الفوبيا ديال الامتحان هي اللي تتكون من الأسباب اللي تتكون يعني من الأسباب المهمة اللي تتساهم في هذا هو الضغط اللي تيكون والقلق المفرط اللي تيكون تعيش إذن إذا قدرنا على هاد تلميذ هاد هاد مش الطفل ولكن تلميذ اللي مقبل على هاد الامتحان نخفو عليها الضغط سواء من المدرسة سواء من نادي دياله سواء من الوالدين دياله لأن هادو كلهم ونفهمه 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 هذا الإنسان بأنه هادو فقط مرحلة من مراحل ديال الحياة اللي يمكن هادو جدا يدوزها ويتخطها بكل سلاسة ما حدنا تنعطيه واحد القيمة كبيرة لهذا البكالورية إلا والقيمة ديالنا والثقة في النفس ديالنا تتنقص وما حدنا تنقص من القيمة ديال هادو البكالورية وتنقل هي فقط مرحلة عمرية ومرحلة من المراحل ديال الحياة ويمكن للي بكل سهولة وبكل بساطة ولكن هذا بطبيعة الحال هذا استعداد نفسي ولكن رغم ما يمكن شيكون بوحده خاصة تكون برنامج عملي دقيق جدا اللي تنخدم عليه بما فيه الجانب النفسي وبما فيه الجانب المعرفي بجوج بهم هكا كن على يقين بأن هو ما يمكن ش يتطب هاد الحال اللي السيريا اللي وقف مع ولا هاد الضغط اللي توقع واش ما كنت حاليا بأن الهالة البكالورية وعطينا البكالورية شي حويج لبزاف مثلا دخل لمؤسسة تعليمية معينة إلي ما عندك شي البكالورية ما غير مشي وكين لكي أعتبر البكالورية بأن مفتاح الأمل واش مشي هاد شي لجاد يعني الضغط بزاف عن النفسية دي التلميذ وعن نفسية دي الآباء وعن أكيد هذا من الأسباب إلا أنه فشتت حط مجموعة المؤسسات واحد المعدة المعين بلا ما ندخلوا في التفاصيل بلا ما نسميوا هاد المعاهد ولا المؤسسات معدد يا ستاش ولا سبعتاش باش يمكنه يعادي يدخل داك المعهد شنو تيبقى الطالب تيبقى عيش فرعب أنا بغين داك ندخل داك المعهد ولكن سبعتاش إذا تيبقى تيخدم ليلة نهار باش يوصل إلا أنه أنا دائما تنصح التلاميذ قبل ما ندوز هاد البكالوري قبل ما نصل له منحط هدف واحد منع منع رقش الأمال ديالي فقط على معهد من المعاهد واحد أنا عندي مجموعة ديال الكفاءة وعندي مجموعة ديال الإمكانيات إذن دائما الهدف ديالي وللأسف قبل فسو نتلامد رأى أكثر من نصف ديال تلامد ولا التلوتين ديال تلامد مع عرف إش تيقول لك ناخد البك وديك ساعة تيحن الله مش معقول إذن عندي مجموعة المقومة ومجموعة القدرات ومجموعة الكفاءة خستني نعرف شنو المصار المهاني اللي بغي أنا اللي تنطمح له هذه اللولة وما تنطرح دائما غير هدف واحد وإلا ما وصلش لهذا نصب بكتئاب لا تنحت دائما الهدف اللول وفي حالات ما إلا ما كانش نحط الهدف تاني ونحط البلوم بي ولا حتى الحال الثالث في حالات ما إلا ما إلا ما جبش دا المعدال وإلا اللي هذا اللول الحاجة التانية واللي هي مهمة جدا بالنسبة لهذا التلامد هو كيفية نختار المسار المهني اللي بغي شحة دي التلامد اللي تيختروا مسارات مهنية لا تتوافق مع كفاءات ديلهم والمقومات ديلهم ولبخوف ديلهم ونتنقلها مرارا وتكرارا هو بإنه شحام المرة تنكون تنحلم بواحد المهنة معينة ونحن معدنش مقومات من القدرات باش ننجح تنعطي مثال ماسلا مايمكن شنجيب واحد الناطلات اللي عندو متر وستين ويقول بإنه الهدف ديالين واللي بطل العالم في القفز بيزانة مايمكن ش لإنه ما عندوش من المقومات ولو بخوف ديالو مايمكن ش يقو لبش ينجح في هذا المسار نفس المشكل حتى التلامد كل واحد وعندو واحد المهارة وعندو واحد الكفاءة وهنا كنت طرحتها في عدة لقاءات كين دابا ديالتس بسيكولوجيك اللي موجودين عند أخصائيين اللي سيدير للتلميذ وفي آخر ديالتس تبي للدك التلميذ شنو المسار المهني اللي يمكن ينجح فيه بامتياز رغم أنه ما تيكون شعرف ولكن فشت تبين لنت حتى تيو عابع علش لأنه تيكون أصلا هو العقل ديالو مركز على واحد الحاجة وحدة واللي تجعل ما تيفكر أشياء أخرى اللي يمكن ينجح فيها هو حسن من ذا المسار اللي باغي للأسف هذا لتست هذا كان غير عند أخصائيين ما متاح للجامع ولكن مهم جدا وتنصح به اللي قدر يمشي عند أخصائيين غادي تكون رائع وغادي تساعدوا باختيار المسار المهني اللي تتمشى مع المقومات الكفاءة ديالو طيب سي العلوي لما الامتحان ديال الباكالوريات شنو تلميذ وشنو المحيط ديالو خصوية المحيط فعلا المحيط مهم جدا بالنسبة للمحيط وهنا نهدر على نركز شوية على الآباء تنتمنى بإنه ينقص دك الضغط على الآباء إذا وصلنا لواحد درجة بإنه نوصل لدك الطفل لإنه العواطف العاطفة ديال دك ديال دك لأبو دك الأم إذا عطينا لدك الطفل شحنة قوية بإنه عندهم الإمكانية لأ عندهم هذا بطبيعة الحد دائم تنرجو هيل لك نحط برنامج مصطر وخدم عليه طول السنة إلى آخر إذا لدينا موتي وشجعنا وقلنا بإنه عندك الإمكانيات باش تنجح راه الباك راح حادي جدا مقارنة مع محطات كثيرا اللي موجودة في الحياة بمعنى شنو تندلو تنقذب وآخر الأشياء اللي ممكن لا تحصل هو بإنه الإنسان ما ينجح شكرا في ذلك المتحان وش سلاف هل يمون النظرية جلطية تقول لك بإنه راه النجاح الفشل لا يوجد الفشل هو فقط تعلم ونحن نتعلم دائما في الحياة هذا هو المصار للحياة آخر الأشياء اللي ممكن لا توقع هو الإنسان ما ينجح ومن بعد هذه السادة أخذت واحد لا ميضاي على حساب هذا غير هذا النظرية هذي أمن بعد ما نشح أمن بعد مثل العام الشي يمكن النجاح ونغسف من الأخطاء اللي درتهم هنا أما إلا تلو واحد ضغط رهيب عليه كن على يقين ونتن قولها وتنأكد عليها شحل ما كثر الضغط وشحل ما كثر التوتر شحل الانتباه سيضعف وسيوقف ما تيخليش هذا الول بإنه تكون الإنتاج هي دياله في الطب ديالها لنك نرفع عليهم الضغط معادي جدا خدم باللاتين وحط البرنامج ديالك وسير عليه إلا جاب الله ومشي تيمزيان في ذا البرنامج وبدأ يكون على يقين ما نعطيش القيمة الباكالورية كثن ومشي لديك النقطة اللي تخول لها كنصب الكثير لا نحط دائين واحد جوج النقطة للا ثلاثة هي اللي تخول لنمرفع عنها الضغط ونقصنا عليه التوتور ما غادي يخدم أريحية وشحل ما تكون إنتاج جيدا وربما سيل على وفي بعض الأحيان نضغطو على الأبناء ديالنا ولكن إلا شفناه مراد كنقوله كنقوله غير أجيز حيح معلي مدير الباكالوريا لأبوال هذه وقعات بزاف وعدة آباء اللي فعلا بقوة الضغط كين اللي تصاب ب ديبريسيون كاللي تصاب واللي نطلب بحل بحل اللي قلتي مصاب غير يبرن الوليد إذن واش نبقال بغينا نشوف في ذاك الوليد يحس بنا يحس بدك الأب ولا بدك الأم بإن عرامة يشوش فيه غير ذاك الباكالوريا باتي شوش يغيد النقطة بإن القيمة دياله تتساوي بغين يوصل وذيك الرسالة لدك الأب راه هدك انتاك ابن ديالي وانتاك ولدي وانتاك بنتي أهم ليم ذاك الباكالوريا أهم ليم النقطة وراني سنبغيك ولكن راه مشي ديك النقطة هي كل شي ولكن إذا جبت النقطة وخدمت عدها راه شرف لك انت بالدرجة اللولة وشرف عد العائلة وشرف الموحد ديالك خاك سنن دوز المساج للوليد الدنيا بش عرف راه القيمة ديالهم محفوظة كما بغت تكون نتيجة ديال دي التلاميذ هو أنه يدي المجهود ديال يقرأ ويلح برس عياء يرتاح شوية ويقرأ وفق بكري لأن الفيق بكري بالدهب مشري كما يقول سيدنا اللولين لأن لول التوى لم يعود لأن عنده عنده حكمة ديال كما قلنا لأن الصباح كري الحكمة قد دخل الرأس وبلا يحفظ كما قلنا عيتي ارتاح وكمل القراءة ديالك أكيد أكيد منسوشة التغذية مهمة جدا في هذه الوقت هذه ديال الامتحانات نبعد على جميع المصبرات نبعد على جميع الأكلات التي تتكون يعني التي تتبع في السوق نبعد على الأكل التي يكون هضم دياله تقيل علش لأن تأخذ من نتي تستنزف نوح طاقة كبيرة نأخذ دائما نكتر كثيرا ونهار الامتحان بآخر نقطة اللي نقدر عليها الإنسان هو بإنه ما يزرب الإنسان يرتاح ويركز ويدير واحد تنفس عاميق واحد دقيقة ولا جد دقائق عادي بدأ الامتحان وخي ياخذ 5 دقائق ولا 10 دقائق وهو تيركز علش لأنه غادي يستأنس بالجو ديال الامتحان وغادي ساعد ساعة الذكرة لترجع للمعلومات التي لديها الغرض للطرحة في المسيحة نعم لأسبحتي سل العلوي العزيزين نرجعون لجمعية أبا أمهات وولياء تلاميذ مؤسسة نوية هيليا الرياضيين بطنجا لنرى ما هو الضور في توفير الأجواء للتلاميذ للاستعداد لامتحانات طيب أستاذ مصطفى أبرونا ما هي الظروف الأجواء اللي يمكن الأباء يوفرها لهؤلاء التلاميذ لوليدتهم باش أنهم يكون إن شاء الله متفوقين ويضمنون لهم يعني واحد المستقبل ظاهر أنا من هنا أنصح الأباء لا يضغطوا على أبنائهم بل يرشدونهم ما يجيش غووت عليه يقولوا قراء بقلتي شخصك يمتحان كيزيد عقد بالنفسية دياله بل بالعكس على الأب أن يكون لينا لا يكون نفضل غالظا مع أبنائه أن يكون لينا أن يكون سمحا مع أبنائه شوفوا الله يرضى عليك النصائح اللي تهموا في المستقبل لعلك تكون أنا أمنيتي فيك أن تكون كذا أن تكون كذا تلك المعلومات برفق الولينين تدخل في صميم قلب التلميذ أو الطفل وخاصة من الأب دياله ولكن إذا كان عكس ذلك بك يستطع شي لذلك أنا نصح الأباء يكونوا مع الأبناء دياله مليينين ويحاولوا ساعدهم إلا قلوا خصة السواء ولو أن نفعته أو ما نفعته وشي يدير له إلا خصو يقرأ يخرج يخرج يغير ديك الأجواء لأن الوليد الدباء ماشي هو السابقين يحصل لهم ونحن نعدي يلطير بسرعة ويتعصر بسرعة نحن دباء عشرين عايشين معهم ومتبق الله نربع مية واحد ومختلف الضمائر ديالهم واخذين تجارب كثيرة معهم ديما نحن نفج عمية الأباء بلدات كلهم كأنهم أولادي كلهم نتعامل معهم يجي عندي عنا مشكلة نحل لهم نقبل الأباء ديالهم لأن نتعامل معهم وحد الرفق وحد لين باش نحب في المؤسسة ونحبهم في الدراسة لعلنا ننتج لمجتمعنا جيلا ناصحا جيلا جيدا جيلا يعود علينا وعلى سيط المؤسسة وصيط المدينة الحبيبة هذه يعني أننا نكون جيلا نافع للمجتمع وهذه أمنياتنا طيب سيد عزيز البرج نحن كأباء وأولياء ومهات التلاميذ في نظركم شنه الظروف يعني اللي يمكننا نوفرها الفلاذات أكبادنا باش يعني يدوزون امتحان ديالهم على أحسن الميرام ويستعدوا لها في أحسن الظروف أولا بسم الله الرحمن الرحيم وكنشكر الهداع الوطني اللي صدقتنا بصدر رحيم وكنشكره أولا إدارة اللي كانت وجدوا فيها اللي احنا نعمل معها كجمعية كنشكر العنطر التربوية اللي يتعاون معنا في طول السنة في بيوتنا إلى ما احنا متعاملنا مع وليداتنا وعنى كنا نتناقش مع بلويونة ونتعاون معهم يعني في أبسط الحواج يعني نوصل اليوم للمنصاجات اللي حنا خلالنا والدينا والحمد لله حنا كبرنا فيها يعني الشحة بسيطة الشحة بسيطة بحالة 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 اللي الأكل خصين خورج نخدم عليه يعني لهذا هما خصهم يفهموا بأنه إنتم شخص يتمنى أحد يحسن منه هو يو يعني نحنون معه بالدعم يعني الشعور ما هي المؤسسة تقنية الرياضة ودراسة يعني يتفكر الدراسة مصلي العدد يعني الدراسة معه بدرجة أولى ونتعاونه معه يعني عنده نحن موسيقيا معه لي نحن نظرا ولا تخص منوية بالعقس ناخد المسائل بلو يونا باش نوصل لدك شريبها طيب سيد عزيز يعني حاليا بعد الآباء يعني كي ضغط بالذات نفسيا على التلاميذ لأنها خصوك تقرأ خصوك تجيب خصوك تدير عدو صاحبك وشجار ديان وطلع بالمعدال فلاني ومعدال شني مش مكر شو بيعت شهاد مشي كي يعني كي شجع التلميذ كي ساهم في ايه فعلا ضد الفكرة ديانة الاب يمثل يعني ابناء وقاد تلميذ خراء متفوقين على الابنين لأنني كي وصلي واحد الميساج ليوسيل بي الابناء عندما هم حضرة طاقة كبيرة كثيرة ولكن باستخدام من ذلك الطاقة خصوك تشمعو بالليونة وباللاتي احسن يعني نحاول ما امكن نوصل المساج يعني ماشي بتمدخور المتفوق عليه نقول نعطي مثل لك أنا تفوق ولا وصلت لواحد المستوى نحاول نعطي مثل بيانه لأنك الابن ديما كيشوف أبا والمثل أعلى ديره نعم لأنه هي الحلقة الأساسية سي عزيز فهد يعني فهد الاستعادة دير تلمد للجزياج الامتحانة ديرهم يا الحلقة الأساسية ما قلت هي الأسرة هي الأجواء دير الأسرة وربما في بعض الأحيان حتى نشوفوا الولد عليه واحد الضغط ولكن كنخليوه ما كنحاولش مثلا نتقربوا عندهم قولوا الله ولدي باركة عليك قل استرتاح شي شوية وعاد قراءة يعني يعني احنا فيما ما شفنا في أي حالة ما كنحاولش أننا نتدخل فعلا نتفق معك فات النقطة هذه فعلا نحنا كنندخطوا على ولداتنا كترة من الجزء يعني وخاك نقول أنا معني من الناس ولكن فعلا نشوفوا الولد غاز غير شوية كنحاولوا نضغطوا عليه كثيرا الولد عندنا نتنقص يا بي من كيش اللي تغطي عليه غير ينفجر هذا من نتفق معك أنا مليون في المياه الولد يعني أعطتي واحد شوية لوقت هو هو إلى أن توصلت لي واحد المساج اللي هو إيجابي هو سيور غالي 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 هو بوحده هو غالي يتبع الدراسة ولكن الولد يعني ناقص دراسيا نحاول نشوف نعنده ناقص يعني طرق باش نلعونه نشوفوا الحاجة اللي يقدر يعطي فيها نحاولون في حفزه بها إلا حفزه سينورمان غالي يعطي التجاه له نعم كما ذكر سي عبد العزيزة سيمسطف آبرون واحد القضية اللي هي مهمة بزاف هي مسألة تحفيز للأبناء باش يعني يعطيهم الدراسة ديرهم باش يعني توصلوا واحد النتائج المرضية النتائج لبغينها احنا مرة أخرى من أجل أن نحفز أبناءنا يجب كما قلت سابقا أن نكون معهم ليينين نكون قريبين منهم أكثر من اللازم ننظر إلى احتياجاتهم المادية والمعنوية بالنسبة للدروس كما شرت هذا بعد في السؤال اللي قبل أن الولد نقوم بالضغط عليه ندقرة ندقرة هذه كانت هذه حالة سلبية جدا وكنا نتلوها كنا نشوفها في الآباء وفي الأبناء ولا زالت ولكن ندير هنا لقاء تواصلي مع الآباء ندير لقاء تواصلي مع الآباء لقاء تواصلي مع نحن بوحدنا ولقاء تواصلي مع السيد الكوش من أجل أن نثير هذه النقطة للأباء والأمهات حتى لا يضغطوا ولا يضغطنا على أبنائهم وأبنائهن من أجل أن يكونوا يتلقون الدراسة في ظروف مريحة تلقون الدراسة في الآباء لكي ندير هنا فهل تبعهن تلقون دراسة على الأمهات لكي نفورهن لكي نفورهن لكي نفورهن في الدراسة وخيس قطل في نفس مشكل. أولدي يسقط يعود ولكن يبقى لي أنا أولدي بوحدة شخصية ووحدة نفسية ووحد معلومات مرتفعة يعود يجيب للتسير. وهذه يخصي من يشوفها الأباء لأنه ليس يكون مؤسسة عننا 400 واحد كل لغة نجاح يستحيل. لذلك لو قدر الله والدرسة بعدها يعود ويجتهد ويشوف الأطور بقى والمؤسسة بقى والحياة بقى. وهذه مستشك المسطول الأباء ديالهم من الله يجزيهم بخير خصم يكونوا شوية قريبين من الأولاد ورفيقين بيهم. نعم. طيب نرجع عندك السيد عزيز. شنو المنتظر من هذا التكوين هذا؟ بسبل اللقاء هذا كان عامل من بداية السنة مع الإخوان دي الجمعية كل هذا ورأسهم سير رئيس حاج أبرون بمعاية الإدارة من المدير وحاسن أحليس العام والناظر بشن الكوتش هذا يتعاون مع التلاميذ اللي هما ناقصين في الدراسة. وجدت الفرصة ديال التكوين في آخر السنة بسبل الناس اللي عندهم الانتحانات الإشهادية. المنتظر من هذا اللقاء هذا هو التلاميذ اللي عندهم مشكلة في أيام ديال الانتحان يوجدهم يعني من طالما باش مني وصل الورقة ديال الانتحان يعني يعطي ذك ش اللي عندهم. يعني تعرفوا كيفاش يتفاعلوا مع الورقة ديال الانتحان. يعني من غير التلاميذ اللي هما تفوقين يعني منك تنزل الورقة يعني الإنسان كيضيع كل شيء. ولهذا هذا الشيء مع هذا ولهذا التكوين هذا اللي مع هذا السن العلوي. يعني يحاول يعطي للتلاميذ طريقة ولمنهجية باش يتغلبوا على ذلك الستخيص فوق المتعان. ممكننا قوله السيء عزيز بأن هذا الشيء يدخل في تأهيل النفسي لعني للتلاميذ. فعلا هذه نقطة مهمة هذا تأهيل نفسي لأنه دراسة عند تأهيل دراسي اللي عندو شي حاجر عندو. ولكن بالنسبة للتلميذ اللي كيكون ناقص شوية يعني نفسيا مش يعني مرياد ولكن ناقص. كيكون هذا التكوين هذا كيساعدو باش يوصل في الوقت الامتحان. ما يكونش عندوك الاستخيص باش يكون مركز باش يجاوب وبتالي غني جعجال. وربما هذا تشخيص لنفسية ديالطفل ولا ديالنفسية ديالتلميذ. فهاد دورة هذي التكوينيه لأنه غضيف صح على ذك الشي اللي عندو الداخل. وبالتالي الكوتش أنه يمكن يعاوض له ذك الشي اللي خاصه. فعلا كان شكرا كان لنشرتين النقطة هذي. فعلا نادي التكوين هذا فحاداتو هو تشخيص وتدريب للمتيحان. يعني تلميذ الى خرج ودواء بالمشكل اللي عندو. في نفس الوقت ترى يعني الكوتش غادي ساعدو. وغادي يعطيه يعني سهلة لمؤموريا باش يكون في الوقت الامتحان. ويجدات الامتحان في أحسن الظروف. شكرا لك سي عزيز البورج. شكرا لك. مستشار بجمعية أباء أمهات وأولياء. شكرا لك. تلميذات وتلميذ تنوية إهلية الرياضيين بطنجا. شكرا مصول السيم صطفى أبلون رئيس الجمعية. نتمنى لكم توفيق إن شاء الله. ونتمنى لهذه الوليدة هذو. أنهم نشوفوهم كما بغينا متفوقين. حاصلين على الشوهدهم إن شاء الله. طيب مستمع الكرام نستقبل اللحظة أستاذ سامير علاش. ناظر مؤسسة تنوية إهلية الرياضيين بطنجا. ولحتضنات هذا اللقاح حول كيفية الاستعداد لامتحانات الإشهادية. وكما قلت في البداية بأنه على بعد يعني سبعين أو ثلاثة أسابيع. طيب أستاذ سامير بالنسبة لكم داخل مؤسسة. يعني كيفاش أنكم تهيئوا الأجواء للتلميذ أنهم يتعجوا الامتحانة دي لهم كل يعني أريحية. شكراً شكراً لإداعة تنجى على الاستضافة. والحضور معنا في المؤسسة وفي الغرشات للمبرمجها من طرف المؤسسة على مستوى دي الاستعداد النفسي. والاستعداد الامتحانات. وكانت عندنا ورشة دي نهار دي القوتش العلاوي. كانت ورشة في زعمك تلامد مسخوش النووي يكملوا هذه الورشة. يعني بقوا في تواصل على القوتش العلاوي. بالنسبة للاستعدادات الامتحانات. كما معلوم أن المؤسسات دلت واحد برنامج فيهم جموعة دي الأنشطة. لمستوى الدعم أو تهيئ الامتحانات اللي يقوموا بها أساتد الدين التانوية. أو على مستوى دي الاستعداد النفسي والدهني للسيل العلاوي دائما كنقوه معنا. أو كيقوم بهاد الورشات مع التلامد. والمهم هو إحنا هي كإدارة كنوفر جميع الوسائل الديدكتيكية. والوسائل اللي ممكن نشحوا بهد استعدادات الامتحانات. نعم. طيب سي سامير نرجع الجانب متعلق يعني بالدروس الدعم. واش كتحولوا داخل المؤسسة أنكم دولوا هذه الدروس الدعم. خاصة كان عرفوا بأنها مقبلة كما قلت على البكالورية. بالخصوص الدليل اللي عندهم البكالورية. نعم. بالنسبة لكي قلت أن هنا كندروا دروس الدعم أو ما يسمى الاستعداد الامتحان. أو استوى أنه كن أساتي دا كيشوفوا النماذج الامتحانات السابقة. وكيحاولوا يشتغلوا مع التلامد. يعني على النماذج الامتحانات والكيفية ديلا اشتغال الامتحان. يعني يرى هذه الندبة من اليوم الاثنين تلاتين ماي. بدأوا هدى ممكن نقولوا دروس الدعم أو تهيئ امتحانات تهيئ. يعني كي يدروا معاهم تهيئ الامتحانات السابقة. يعني المقبلة جميع المستويات الإشهادية. بدأنا بالأولى باكالورية. بالشقة العلمي والأدابي والاقتصاد. وحتى الثانية باكالورية علوم الحياة والأرض. والثانية باكالورية آداب. بدأوا من اليوم الاثنين. وده بدأ اليوم الثالث. اللي كي يعني يشتغلوا معاهم الأساتي دا على المستوى. كيفية كيفية تعامل مع الامتحان. يعني كي يدروا معاهم امتحانات ديلا الأعوام السابقة. طيب أستد سامير علاش هذي مناسبة. باش نقربت أستد المستمعين من هذي المؤسسة. اللي هي يعني ثانوية تأهيلية الرياضيين آآ بيطانجة. آآ ثانوية آآ رياضيين بيطانجة. هي ثانوية دلت في آآ واحد برنامج آآ دراسة ورياضة. يعني كتحتاضن برنامج دراسة ورياضة. اللي كيتهدف هذا هذا البرنامج. أنه يكون عندنا آآ واحد النوع دي التلامد. اللي حاولوا أنه يوفقوا بما هو دراسي وما هو رياضي. ونحن في المؤسسة يعني بنسبة التوقيت أو الزمن المدرسي داخل المؤسسة. كانوا بدوم الصباح يعني متمنيون وصلوا وحدة ونص. من بعد التلاميذ كيمشيوا ويتغداوا. وكيلتحقوا يعني بعد الزوال كيلتحقوا بالأندية ديالهم. أو بعض الأنشطة اللي كتكون داخل المؤسسة. على حسب لأن الأندية كل نادي والبرنامج دياله. والمهم حاولوا أن نغفروا لهذا التلميذ الموهوب. أو هذا التلميذ اللي عنده واحد هواية أو واحد احتراف هذا الشيء ديال الرياضة. نغفروا له واحد توقيت مناسب أنه يقراه في الصباح ويتفرق ما هو رياضي بعد الزوال. نعم إذن هنا سامير كان مجموعة من الشعب. نعم يعني الشعب اللي كتغفر عليها ثانوية رياضيين بطنجة. عندنا بعدك المسويات انطلاقة من الأولى إعدادي إلى ثانية باكالورية. كان أولى إعدادي عام دولي. وبنسبة الإعدادي فيه يعني عام وفيه دولي. وبنسبة السلك التأهيلي فيها كان يعني الآداب وعلوم إنسانية. كان علوم الحياة والأرض وكان علوم الاقتصاد والتدبير. طيب واش يعني بنسبة الباكالورية واش عنده شيء ميزة. بالنسبة لهذا التلميذ لأننا حيث نقوله التانوية تأهيلية الرياضيين. وميزة على التانوية التأهيلية الأخرى ولا يعني عادي. بالنسبة لتانوية الرياضيين. يعني هي عندها ميزة. بين سوكين واحد الميزة. أنه عندهم باكالورية كدخول لهم أنه يولجوا جميع الشعب. يعني بحل زملاء ديالهم في تانوية أخرى. عندهم الميزة أنهم يأخذوا واحد أتيستاسيون في الأخر. ديال بأن تابعوا واحد برنامج دراسة والرياضة. هذا اللي أهلهم أنه يلتحقوا بالمراكز. يعني كيكون عندهم أولوية بالاتحاق بالمراكز. التي بدأت تتهياء لهذا التلميذ للباكالورية. بحل المركز اللي كان في قنيترا. مركز مهن الرياضة والطربية البدنية. يعني وكان معهد مولاي رشيد. وكيمجموعة ديال المعايد أنه يتعتولون الأولوية حاليا. يعني هذو اللي يخذوا برنامج ديال دراسة ورياضة. وحنا نتمنى أنه مستقبلاً يكون يعني واحد استيعاب. لي قوي في التعليم العالي. بنسبة لهذا الشعب. لي كي نفث ثانويات الرياضيين. على ربوع المملكة. طيب سامير اللي بغي جيل هذا المؤسسة هذه. شنو خصو يعمل. بنسبة لتي حق بالمؤسسة الثانوية الرياضيين. أنا من بين الشروط الأولى. اللي قصد كون كنات تلميذ. ديجا كنتمي له واحد نادي الرياضي. يعني عنده واحد العصبة. يعني يتابع العصبة الرياضية. كيتسجلو. يعني في آخر سنة الدراسية. كيمشوا ويتسجلو. يعني كيتدار واحد لائحة من طرف النادي. اللي كتسردها للعصب. ومن العصب كيمشوا المديرية الإقليمية. لوزارة التربية ووطنية. والتعليم الأولي. والرياضة. من بعد. هاد اللوائح فقاش كيتجمعوا. كيتسردو عند المؤسسة. عن التانوية الرياضيين. وكتكون واحد اللجنة. اللجنة كتكلف من انتقاء. ديال التلاميذ اللي غير تحقوا. يعني دائما كنقول بي. أن التسجيل التانوية الرياضيين. كيجي عبر النادي. النادي هو اللي كي يبروبوزي. تلامد لغير تحقوا بتانوية الرياضيين. حنا يا في تانوية الرياضيين. كنشكلوا لجنة. هي لجنة كنشوفوا المعايير. لحسب طاقة الاستيعابية اللي ممكن. هي كين مثلا. طناش على عشرين. كمبدأ. كيعني. كشرط أولي. ولكن بعض المرات اللجنة. كانت نقص شوية بالمعدل. ولحسب دك شيء. يعني الطاقة الاستيعابية. اللي ممكن. ناخدوها في. أو السنة. شكرا لك أستاذ سامير علاش. ناضي المؤسسة الثانوية الرياضيين. على هذه التوضيحات. ربما سامير وضح لكم سادة المستمعين. كيف يمكنكم تولجوا لهذه المؤسسة هذه. شكرا لك مرة ثانية سي سامير. شكرا جزيلا. شكرا لك الكوتش العلوي العزيزي. شكرا موصول لسي عزيز الروج. مستشار الجمعية. عبد الحق الغزواني. مدير مؤسسة على الاستقبال. شكرا موصول كذلك. مصطفى أبلون رئيس جمعية. أبا أمهات أولياء. الثانوية إهلية. الرياضيين على التوضيحات. شكرا لكم سمعينيك. والمتابعة في عمل إله.